أصعد الله صباحكم من جديد ونرحب بكم بأولى فقراتنا لهذا الصباح سيعقد بعد غد الخميسة للمؤتمر السنوي الثامن لنيابة العامة بعنوان النيابة العامة حارسة العدالة ماذا سيتخلل هذا المؤتمر والمواضيع التي سيترحها وغيرها من الأسئلة نتعرف على إجاباتها مع الأستاذ خالد عواد رئيس النيابة العامة ورئيس التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام يسعد صباحك يسعد صباحك أهلا وسهر بداية أستاذ خالد هذا المؤتمر هو الثامن الذي يُعقد للنيابة العامة ما المحوير أو المواضيع التي يتمحور حولها هذا المؤتمر وفي الحقيقة هذا المؤتمر يعني زي ما ذكرت حضرتك هو المؤتمر الثامن للنيابة العامة هو تقليد سنوي في كل عام يُعقد مؤتمر للنيابة العامة الحقيقة اللافت في هذا المؤتمر أو ما يميزه عن السنوات السابقة هو الحضور الدولي اللافت في هذا المؤتمر ستشارك وفود من عديد من الدول العربية والأوروبية ومن أمريكا وحتى في جمهورية جنوب أفريقيا مشاركة في هذا المؤتمر لدينا وفود من الولايات المتحدة الأمريكية من كندا من جمهورية مصر العربية المملكة الأردنية الهاشمية إيطاليا السويد النرويج أسطونيا وسيتم على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية ونظرتها في جمهورية جنوب أفريقيا المؤتمر سينعقد على مدار ثلاث أيام ابتداء من يوم الخميس وينهي أعماله يوم السبت القادم سيكون لدينا عدة محاور وعدة جلسات في هذا المؤتمر في اليوم الأول سيكون بإضافة لكلمات الافتتاح في المؤتمر بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ورؤساء الوفود للمشاركين سيكون هناك جلستين بعد كلمات الافتتاح الجلسة الأولى ستكون بعنوان استقلالية وحيالية النيابة العامة واقع ونماذج دولية سيتحدث المشاركون في أوراق العمل من الوفود المشاركة عن النماذج الدولية المتعلقة باستقلالية وحيالية النيابة العامة بالتأكيد قبل أن نتحدث ونخذ بتفاصيل المواضيع لابد أن نتحدث ونستذكر سويا أهم الأهداف التي بناها هذا المؤتمر ليحققهم من خلال هذا المؤتمر يعني طبعا إحنا بلا شك زي ما أنا ذكرت لك أنه هذا اللافت في المؤتمر الحضور الدولي وهذا بالحقيقة يسجل إنجاز لعطوفة النائب العام في السنتين الماضيتين بعد تولي النائب العام دكتور رحمة البراك مسؤوليته كنائب عام للولد فلسطين اتجهنا باتجاه توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الدول النيابات العامة في الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة هذا يعني وضع النيابة العامة على الخارطة الدولية أصبحت هناك علاقات تعاون بين النيابة العامة في فلسطين ونظرتها في الدول الأجنبية طبعا المؤتمر يناقش عديد من المواضيع التي تهم النيابة العامة من قبيل على سبيل المثال الانتربول والتعاون القضائي الدولي هذا سيكون أحد المحاول في المؤتمر على مدى الثلاث أيام المؤتمر طبعا فلسطين للتذكير انضمت لمنظمة الانتربول حديثا وبالتالي هذا موضوع مهم جدا ويساعد النيابة العامة في عملها وبالتالي الأوراق العامة التي تستقدم في هذا المحور ستكون أوراق قيمة ومجدية وستحقق نتائج بلا شك تخدم عمل النيابة العامة الفلسطينية أستاذ خالدت قبل قليل عن المواضيع التي سيطرحها المؤتمر زي استقلالية وحيادة النيابة العامة وأخذ نماذج دولية نتحدث عن هذا الموضوع نعم بلا شك أن النيابة العامة هي باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية وهي تمثل المجتمع في الدولة بتحريك دعوة الحق العام ومباشرتها هناك أكثر من نموذج في العالم اليوم نحن نحكي عن النيابة العامة الفلسطينية هي جزء أصيب وشعبة من شعب السلطة القضائية وبالتالي ما يسري على القضاء يسري على أعضاء النيابة العامة من حيث أنها كونها سلطة من سلطات الدولة الثلاث وبالتالي هذا الموضوع مهم جدا والنتائج التي سيتم مناقشتها في أيام المؤتمر ستكون موضوع مجلية خصوصا في ظل الحديث في هذه الأيام عن عملية تطوير وإصلاح القضاء وهناك لجنة رئاسية مشكلة في هذا الموضوع وبالتالي هذا موضوع مهم جدا وستكون نتائجه أيضا على الأرض نتائج بناءة بإذن الله بالتأكيد أيضا أستاذ خالد من ضمن المواضيع وبجانب ما تحدثت عنه حول استقلالية وحيادة النيابة العامة هذا موضوع لا يقل أهمية عن موضوع الجلسة الثاني وهو الشئ الإلكتروني والنيابة العامة وتعزيز هذه النيابات إلكترونيا تحدث عن أهمية هذه الجزئية ومناقشتها في الوقت المر هذا الموضوع أيضا من موضوع المهمة التي سيتم تناولها سيكون هناك محور في اليوم الثاني بعنوان نحو تعزيز النيابات إلكترونيا واقع واحتياجات ونماذج دولية أيضا نحن خطينا خطوات متسارعة وخطوات بناءة في عملية تعزيز العمل الإلكتروني في عمل النيابة العامة لدينا اليوم على سبيل المثال برنامج إلكتروني تتعامل من خلال النيابة العامة في عملية الملفات وحفظ الملفات وتدقيق الملفات وحتى عملية التعاون بين النيابة العامة ومجلس قضاء الأعلى في خطة طموحة خلال الخمس سنوات القادمة أنه يتم عملية تبادل الاستغناء عن الورق في عمل النيابة لدينا أيضا قانون الجرائم الإلكترونية التي صدرها حديثا وما أثير حوله من جدل ويعني في الحقيقة هذا الموضوع من الموضوع المهمة التي سترواها المؤتمر من خلال خبراء جانب وعرب أستاذ خلال لابد أن نتحدث عن أدوار النيابة وخاصة دورها في حماية حقوق الإنسان لنتحدث عن هذا الموضوع طبعا النيابة العامة يعني دورها في حماية حقوق الإنسان هو دور مهم يعني كما هو معلوم يعني المتهم بريء حتى تثبت إدانته تثبت إدانته بحكم قضائبات وبالتالي النيابة العامة هي المنوط فيها تحريك الدعوة الحق العام تحريك الدعوة الجزائية لتحقيق غرض استفاء حق الدولة في العقاب ولكن هذا يجب أن لا يعني يتعارض أو يجب أن يتقاطع مع مسألة حفظ قرامة الإنسان وحقوقه الأساسية يعني حتى لو كان الإنسان متهم الدستور والقانون كافر له حقوق وبالتالي النيابة العامة هي العنوان الأبرز أو في مسألة محافظة على حقوق الإنسان الحد من ظاهرة التعذيب الإكراه حماية الأشخاص المعرضين للمساءلة القضائية وبالتالي هذا الموضوع من المحاور المهمة التي سنوها المؤتمر وستكون أوراق قيمة في المؤتمر من خلال مشاركة أيضا مكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ومؤسسات أجنبية تُعنى في هذا الشأن بالتأكيد وأيضا هذه جزء من الجلسات التي سيتم نقاشها نتحدث عن الجلسات الأخرى التي سيتم نقاشها وعقدها في المؤتمر لدينا أنا باعتقادي إذا عرجنا على الأجندة هو سيكون مؤتمر حافل بالمحاور الهامة كلها محاور مهمة بالنسبة للنيابة العامة وعمل النيابة العامة أذكر من ضمنها مثلا صدراء مؤخرا أيضا قانون حماية الأحداث صحيح فلسطيني وبالتالي ستكون هناك محور وجلسة خاصة في دور نيابة الأحداث في توفير العدالة الممارسات الدولية الفضلة نحن لدينا نيابة متخصصة في موضوع الأحداث في مكتب النائب العام هناك رئيس نيابة وهناك أصل أيضا موكلاء نيابة متخصصين في العمل مع القضايا الخاصة بالأحداث الجانحين كان لدينا مشاركات دولية في موضوع عدالة الأحداث في عديد من الدول العربية والأجنبية للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية والممارسات الفضلة في التعامل مع الأحداث لدينا أيضا محور مهم في موضوع الممارسات الفضلة في عمل نيابة حماية الأسرة من العنف وهذه أيضا من النيابات المستحدثة في النيابة العامة وهي أيضا تسجل كإنجاز لعطوفة النائب العام الذي أصدر قرارا بتشكيل هذه النيابة في مكتبه وتم تخصيص أعضاء نيابة للعمل في مكاتب النيابة العامة في قضايا العنف الأسري الأطفال المعرضين للخطار والانتهاكات التي تقع داخل الأسرة يوجد لدينا أيضا تشريع مقترح لوجود قانون حماية الأسرة من العنف أيضا أذكر من المحاور المهمة التي ستتنواها المؤتمر إنشاء نحو إنشاء نيابات ومحاكم اقتصادية متخصصة وهذا أيضا من المواضيع التي تهم المواطن الفلسطيني في ظل الحديث عن البضائع الفاسدة ومما إلى ذلك التي نسمعها يوميا في وسائل الإعلام وبالتالي هناك طموح أيضا بوجود نيابات ومحاكم متخصصة في هذا النوع من القضايا المتعلقة بالجراءة الاقتصادية يعني هي جميعها تتمحور حول هذا الدور الذي تقوم به النيابات مع المواطن والشارع وما يحتاجه لدينا أيضا دور علاقة النيابة العامة مع الجامعات الفلسطينية لخلق جيل يعني أنت اليوم كليات الحقوق هي الرافض الأساسي للجهازة النيابة العامة والقضاء معظم خرجين الجامعات وكليات الحقوق هم أصلا من الدارسين في القانون وبالتالي اتجه عطوفة النائب العام أيضا اتجاها أنا باعتقادي اتجاه جد إيجابي من خلال إنشاء يعني أو العمل على وجود قامت شركات بين النيابة العامة والجامعات الفلسطينية كجامعة النجاح الوطنية جامعة القدس الجامعة العربية الأمريكية الجامعات التي فيها كليات حقوق وقعت عديد من مذكرات التفاهم مع الجامعات وبالتالي ستكون أوراق عمل وتكون هناك مشاركة من عمداء الكليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية في المؤتمر وسيكون هناك محور خاص في هذا الموضوع وهذا الشأن أيضا من الموضوع المهمة حتى لا أنسى هناك محور هذا لأول مرة في مؤتمر النيابة العامة تم نقاشه أو إدراجه في أجندة المؤتمر عمد الثمانة سنوات الماضية وهو دور رجال الإصلاح العشائري في تعزيز عمل النيابة العامة والحد من انتشار الجرائم والسيطرة والفرض الأمن والنظام في المجتمع الفلسطيني ونحن بالنهاية مجتمع يغلب عليه الطابع العشائري وبالتالي سيكون هناك محور مهم في هذا الموضوع في المؤتمر إن شاء الله يكون هذا المؤتمر يحقق الأهداف التي وضعها ويتم ما بعد ذلك الخروج بالتوصيات وتحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع إن شاء الله وهذا أكيد في كل سنة في ختام المؤتمر يكون لدينا بيان ختامي وتوصيات تأخذ بعين الاعتبار وتدرج أيضا في خطط النيابة العامة المستقبلية كاحتياجات يتم العمل عليها وتطويرها والبناء عليها بالتأكيد شكرا إليك أستاذ خالد عواد رئيس النيابة العامة ورئيس التخطيط والسياسات شكرا إليك شكرا سعد صباحكم سعد صباحكم شكرا ننتقل الآن إلى فاصل قصير ونعود ابقوا معنا